في كلامنا عن مركز باحثات لدراسة المرأة هذا المركز الوازن العميق المشرف الذي يحتدى في الحقيقة نتكمع عن إصداراته من إصداراته حسب الوقت طبعا من إصداراته قلنا في الفاصل الأول قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية مجلدين رسالة دكتورة للمشرف العام على المركز دكتور فؤاد العبد الكريم من إصداراته أيضا تعزيز الهوية الأنثوية في مواجهة ظاهرة البويات قصص واقعية وتجارب وحلول وحقاق علمية الكتاب 2003 أخوات الدكتورة أنوار بنت حماد الرشيدي الدكتورة منال بنت عبدالله زاهد الدكتورة هانم بنت مصطفى محمد طبعا يتكلمون عن ما معنى الهوية الأنثوية ما معنى الاضطراب الجنسي مكونات هذا الاضطراب دور الأسرة الصداقة يعني ما خلوا شاردة ولا واردة إلا أتوا بها مزين؟ الاضطراب الجنسي مع الهوية في البيت الأساليب العلاج الأسباب المكونات العلامات المؤشرات كلها يا جماعنا قبل لا أدخل الستوديو بيومين هناك شكوة رفعت على أحدى الكليات في أحدى الجامعات لا تسألني أي جامعة أن هذه الكلية يتواعدون البويات المسترجلات على السطح ومسوينه الليلة نعم لما ذهبت لهن أحدى الموظفات أو المسؤولات أو الكذا كادوا يعقلونها يعني كيف نعالج الظاهرة الظاهرة لا تعالج بالقانون فقط تعالج بالعلاج التربوي قبل العلاج القانوني وقبل العلاج التربوي الوقائي هو الأساس